وصل إلى البلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن العبدالله الثاني بن الحسين ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم في زيارة رسمية للبلاد وكان في مقدمة مستقبل سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مش علي الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد ورئيس بعثة الشرف الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسموه رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة وقد رفق سموه وفد رسمي يضم كل من دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الدكتور بشر الخصونة ومعالي وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو وسعادة أسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت صجر أبو شتال وعدد من كبار المسؤولين موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 موسيقى